دي حلقة جديدة من حلقات كورس المشتقات اللي أنا وعدتكم إن شاء الله إنه مع نهاية الكورس ده هتكون بإذن الله متطمنين جدا لموضوع إنك إزاي تحل في موضوع المشتقات وتختار ما بين الصفة وتظرف والفعل والاسم وإنت مستريح وما فيش أي قلق هنقسمهم زي ما اتفقنا في الجزء الأول من الكورس اتفقنا من إحنا نقسمهم لحلقات أو حالات كتير والنهاردة بناخد حالات جديدة في الحلقة بتاعت النهاردة أتمنىك تتابع باهتمام أتمنى إنك تسمع الفيديو الآخر عشان كل مثال فيه لقيمة ومعلومة هتوصلك أتمنى كمان إنك تنشر الفيديو لكل الناس علشان الفايدة توصل للجميع يلا نروح نحل ونرجع لبعض تاني هنا بقى الحالة اللي هنتكلم عنها النهاردة بنتكلم عن الحالة اللي فيها ذا كأداة معرفة ذا اللي هي قال أو آ أو آن اللي هم أدوات النكرة لو جي بعدهم نقاط في الاختيارات باختصار عندي في الجملة هشوف قدامي وهشوف في الأمثلة اللغة حالا ذا أو آ أو آن وبعد النقط في الحالة دي أحط إيه أو أختار إيه هنا هختار إسم أو صفة زاد إسم لأنه ذا يعني أل ودي أل طبعا حتى في العرب يعني بنحط أل مع الإسم الكتاب مثلا ذا بوك أو آ بمعنى ون وبرضو بيجي بعدها إسم أو آن بمعنى ون دي أداة نكرة وبرضو بيجي بعدها إسم اسم مفرد وبالتالي لما لقي ذا أو آ أو آن بحط إسم أو صفة زاد إسم يعني إيه؟ يعني ممكن أقول مثلا ذا بوك أو ذا نيو بوك أنا ممكن ساعتها أكتب إسم بس أو صفة وإسم لأنك لسه يقول لك في الحلقات اللي فاتت لو ما تابعتهاش ياريت شوفها إنه المفروض إن الإسم ييجي قبله صفة من الوارد جدا إن جاه لو جاه صفة قبل الإسم ما فيش مشكلة فأنا هنا هستخدم إسم أو صفة زاد إسم طيب تعالا نشوف الكلام ده في الأمثلة إنه في الريف إنها العادة للأطفال إنهم ما يساعدوا آبائهم في أعمال المزرعة طيب أنا خليني واحدة واحدة كده نتكلم في الاختيارات الأربعة disabled يعني معاقد صفة disability يعني إعاقة وده إسم وأنا هنا عايز إسم أخد بالك custom يعني عادة ودي برضو إسم وأنا هنا عايز إسم customary يعني من المعتاد مش إسم يبقى أنا الإسم بالنسبة لي أنا على حسب كلام مستر حاتم بعد ذا حط إسم disability إعاقة أو custom طيب كده مستر ما أنا عندي إثنين إسم أنا أتفقدت معاك إنك بتختار الكلمة بناء على معنى الجملة أنا كده زا عرفيتني إن A وD بره فضل لي B وC لهم أصلا أسماء بس طبعا في الريف من العادة إن الأطفال يساعدوا آبائهم فهنختار C custom مثال لبعده التك أنكل محمد استغرق أو أخذ من أنكل محمد only three years ثلاث سنوات فقط وبأن نقط أو أن نقط lawyer إن هو يبقى محامي إيه تفقنا جدا مع بعض في الحلقات اللي فاتته النهاردة إن lawyer دا إسم وطبعا إنت شايف إن A أو أن المفروض إن بيجي بعدها إسم طب يا مستر أمال إيه النقط دي لأ ممكن نكتب صفة هنا عادي ممكن يبقى المحامي معروف أو محامي لو مكانة أو ذو مكانة كويس يبقى أنا مفروض هنا عايز إيه عايز صفة علشان تسبق الاسم يبقى أو أن دي تعود على المحامي وأنا عايز هنا صفة بتوصف للمحامي طيب establish أصلا الverb establish معناه معناه يرسخ قدمه أو يوطط قدمه أو يرسن على نفسه مكانة معينة establishing ما ينفعشي established دي صفة بمعنى ذو مكانة collective و unknown برضو ما ينفعوش بأنا عايز established هي الإجابة الصحيحة. she has been a not to mister محمد since she graduated from university in two thousand fifteen. أنا عندي هنا A. وبعد A عندي نقط. يبقى أنا عايز المفروض بعد A ده اسم. أنا اتفات معك. انه دايما طالما عندك A يبقى انت محتاج اسم. هي تكون A نقط. هي تكون ايه? كويس. هي سكرتيرا ولا اللي هي سكرتاريا عمل سكرتاريا زي السكرتاريا ده صفة ولا بايونير رائد ولا بايونير ريادي. طبعا بي و سي بي و دي دي صفات. يبقى انا فاضل لي A و C هي اللي اسمها. هي يا ترى كابتشتغل ايه عند آآ مستر محمد يا كابتشتغل سكرتيرا. الاسم هنا ايه? هي الاجابة الصحيحة. الفلاح آآ استأجر آآ بعض العمال عشان يجمعوا له التفاح في السنة دي. طبعا هنا شايف انت ذا. بعد ذا انا محتاج اسم. طيب. يعني يؤسس وده يعني اسسة او رسخة آآ قدمه وينفع ماضي وينفع آآ صفة. COLLECT يعني يجمع و COLLECTION يعني الجمع. انا عايز ايه? انا عايز ذا بعدها اسم. يبقى انا عايز الاسم. الاسم الوحيد هنا هو كلمة COLLECTION. من اجل جمع التفاح في السنة دي. The note of box and magazines online is easy. نشر الكتب والمجلات online حاجة سهلة. انا عندي هنا ذا. وبعد ذا عايز اسم. publish يعني ينشر the verb. published ينفع ماضي وينفع صفة بمعنى منشور. publication النشر و publisher ناشر. خد بالك ان بي ان سي و دي الاتنين اسماء. بس يا ترى مين ينفع? نشر الكتب والمجازينز والمجلات سهل? ولا الناشر بتاع الكتب والمجازينز هو اللي سهل? لا النشر نفسه هو اللي سهل. يبقى C هي اللي جابة صحيحة. الاتنين اسم بس انا C هو عشان المعنى هو اللي هينفع معي. when coronavirus spread لما coronavirus انتشر everybody الكل ادركه. كلنا ادركنا خطورة الموقف. طيب انا عندي هنا ذا ومحتاج بعد ذا اسم. طيب يعني خطير. دي صفة. يعني بخطورة وده ظرف. يعني الخطورة وده اسم يعني صامت صفة. الناس ادركت ايه? الناس ادركت الخطورة. ذا سيريوسنس. ذا سيريوسنس. عشان انا بعد ذا بحطيس. هختار سيريوسنس. محدش يقدر ينكر اهمية الرياضة لصحة الجميع. طيب انا عندي ذا? او عندي ذا. يبقى انا محتاج بعد ذا اسم. طيب علشان انا عندي بعد ذا عايز اسم? هنشوف الاختيارات. important يعني مهم. importance يعني اهمية. importantly يعني باهمية. unimportant غير مهم. طيب انا عايز ايه? محدش يقدر ينكر الاهمية. انا عايز اسم. importance. الاهمية. importance هي الوحيدة اللي اسمي فيهم. the note of the office has refused my request. الا بتاع المكتب رفض طلبي. كويس. انا عندي ذا. وبعد ذا عايز اسم. directions اتجاهات. هو صحيح اسم. بس الاتجاهات بتاعة المكتب هي اللي رفضت الريكوست الطلب بتاعي. طيب. direction اسم معنى اتجاه. director مدير. direct يعني يدير. خد بالك ان انا عندي A و B و C اسماء. بس مين اللي رفض الطلب بتاعي اكيد المدير اسمه. يبقى C هي الاجابة الصحيحة. the not run the whole country. the not. مين اللي run? هنا run مش معناها يجري. هنا run معناها يدير. هو اللي بيدير the whole country كل الدولة. مين اللي بيدير الدولة عندنا? او في اي مكان في الدنيا? اسم. الحكومة. طيب. govern يعني يحكم. governor يعني الحاكم. government الحكومة governance. طيب. انا دلوقتي بعد ذا محتاج اسم. يبقى الحكومة. الاسم هو government. هي الاجابة الصحيحة. you don't have the not to work as a lawyer. انت مش معك ايه? علشان تشتغل كمحامي. ذا هنا اس. ذا بعدها اسم. انا محتاج بعد ذا اسم. يعني اه عملي. يعني بيتمرن او بيمارس. وده الفعل الماضي. الرخصة. يعني مرخص له. طبعا. انا عايز هنا ايه? انا عايز اسم. بعد ذا محتاج اسم. يبقى ما عنديش الرخصة اني اشتغل. ذا بعدها اسم. license. i'm not sure. مش متأكد about the note of my clauses. for the occasion. انا مش متأكد من مناسبة او ملاءمة الملابس بتاعتي لهذه المناسبة. كويس. لحزة واحدة بص هنا عندك ذا. يبقى انت محتاج بعد ذا اسم. سوت يعني يناسب. سوتس. الفيرب لما احطط له اس في زمن المدارة البسيط. سيوتابل صفة. يبقى فاعل. وفاعل وصفة. سيوتابلتي يعني الملاءمة او المناسبة. وهو ده الاسم الوحيد اللي في الموضوع. ذا بيجي بعدها اسم. يبقى انا مش متأكد من ملاءمة ملابسي للمناسبة. طلبت من السكرتيرا to make a note. انها هتعمل لي ايه? of the report للتقرير in only two pages في صفحتين بس. طلبت منها انها هتعمل لي اكيد اسم. ليه? علشان بعد ا انا محتاج اسم. ايز يعني يريح. ده فاعل. ايزي سهل. فاعل. سامري ملخص. اسم. سامريز يعني يلخص. فاعل. يبقى كلهم. فاعل. صفة. فاعل ما عدا سامري هو الوحيد لاسم. طلبت منها انها هتعمل لي ملخص للريبورد. وبالنسبة دي هقولك الفرق ما بين سامري و سامريز و بارافريز. سامريز يعني يلخص حاجة يعني يكتبها في عدد اه 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 كلمات او سطور او اوراق اقل علشان يخلي القارئ ما يتعبش في القرية كتير. يبقى سامريز يعني يلخص يقلل الكمية بتاعت الكتابة. اما بارافريز بارافريز معناها اه يوضح او يشرح او يفسر. يعني مثلا اقول لك انا هفسر لك الكلام بطريقة تانية. يعني اكتب الحكاية اكتب الموضوع اكتب القصة. بس بطريقتي يعني اشرحها واكتب تفسير لها. يبقى مش لازم يقلل الكمية بتاعت الكلمات او او الورق. ولكن يشرحها بطريقته الخاصة. اما يعني يلخصها يعني يقلل كمية الكلمات والورق. مفيش مشكلة. مفيش مشكلة في انتظام ضربات قلبك. بعدها المفروض اسم يعني منتظم وده صفة. غير منتظم ودي صفة. يعني الانتظام. وده اسم بانتظام وده ظرف. طبعا انت عارف ان الظرف بيبقى اخره في معظم الحالات معدى بعض الحالات الشلزة زي جد اللي بيبقى الظرف بتاعها والمسلا وغيره. يبقى انا هنا عايز بعد ذا اسم. طب ذا هنا هستخدم معامين مفيش غير اسم واحد بس اللي هو الانتظام. we want to enjoy your life. you want to enjoy your life. انت مش هستمتبع حياتك without بدون the note of your personal life from work life. من غير فصل حياتك الشخصية عن حياتك العملية. عندك ذا. بعد ذا نقط انت محتاج اسم. كويس. انا عايز اسم. يعني يفصل وده منفصل وده صفة. الفصل وده اسم يعني يفصل. ده الفر بس محتوط له اس. يعني كلهم اسماء كلهم افعال وصفات معدى هو الوحيد لاسم الفصل. ده لترسية لجابة الصحيح. the note of the conference needs a lot of time, money and effort. the a بتاع المؤتمر محتاج كتير من الوقت والفلوس والمجهود. اكيد التنظيم. انا عايز اسم علشان بعد ذا. organize يعني ينظم فعل. organization التنظيم اسم. organized منظم. صفة. organizers المنظمون. وده اسم بالمناسبة بس ما يفعش اقول المنظمون بتوع المؤتمر محتاجين. واخد بالك. needs. الفاعل زاد اس هنا. يعني معنى كده ان الفاعل مفرد. organizers اصلا جمع. فبالتالي التنظيم هو اللي مفرد organization لتربيه. وبكده تكون الحلقة دي من الكورس الخاص بمشتقات خلصت. بس لسه عندنا حلقات تانية كتير. لو استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسيب الكومنت بتاعك. وما تنساش تشير الفيديو لكل الناس. بليز على كل وسائل التواصل الاجتماعي. انشر الفيديو على اكبر واوسع نطاق علشان يوصل لكل الناس. لسه عندنا حلقات تانية كتير موجودة في الكورس ان شاء الله. تابع معي في سندول وصفة تلاقي روابط الحلقات اللي جاية في كورس المشتقات. ولو لسه ما يزددش استنى شوية وهتلاقيهم بينزلوا تباعا ان شاء الله. اشوفكم الحلقة الجاية. الى اللقاء.